جهود حثيثة بذلتها دولة الكويت لحل الأزمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة جهود قادها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه واستكملها سمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه المساعة الكويتية جاءت في إطار الدور المحورية الذي تلعبه دولة الكويت في المنطقة وترجمة لسياستها الخارجية المتوازنة التي تحرص على تعزيز الاستقرار ورأب الصدع بين الأشقاء بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم آية عظيمة مثلت نهجا سياسيا وسبيلا دبلوماسيا صارت عليه الكويت بحكمة ورزانة وفلسفة فريدة صاغ جوهرها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه غرس بذرة المصالحة الخليجية فأينعت وها هي بدأت تثمر وتؤتي أكلها لقد تواجدت الكويت في شخص سموه رحمه الله في صدارة المشهد منذ بدايته بابتسامته المعهودة الصافية من أجل الحفاظ على اللحمة الخليجية وإذكاء روح الحوار والأخوة بخطوات التواصل والتراحم تعزيزا للتناغم بين الأشقاء فانطلقت المساع الكويتية في ثواب ترسخها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه تنطلق من أن الكيان الخليجي حقق على مدى العقود الماضية أهدافا ومكتسبات تعزز من قدرته على تلبية آمال أبناء دوله والمحافظة على ما حققه كياننا الخليجي من مكانة مرموقة بين الدول والتجمعات الدولية مناشدا قادة الخليجي قائلا إنما يجمعنا من وشائج أسمى من أن يؤثر فيه خلاف نرى بأنه عابر مهما طال فأدرك الجميع أن الهدف الأوحد لدولة الكويت من الوساطة الخليجية إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي فهي ليست طرفا ثالثا بل طرفا واحدا بين الشقيقين هكذا جاء بيان الكويت الذي أعلنه معالي وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح والذي أعلن فيه أن مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصب إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم ليمثل بارقة أمل وشعاع نور في نهاية طريق مليء بالتحديات والمعوقات التي سيتم القضاء عليها بمشيئة الله بيد الأخوة والمحبة والسلام الوحدة الخليجية التي ننشدها جميعا اليوم أضحت أكثر من أي وقت مضى من الأولويات والكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قادرة بإذن الله على تحقيق هذا الهدف فرؤية سموه رعاه الله تعزز حضور الكويت بمسيرة من الخير والسلام والتقارب يوما بعد يوم تجسد دولة الكويت الكبيرة بمكانتها الدولية وعملها الدبلوماسي المشهود له بالحكمة أنها أرض المحبة ودولة السلم والسلام كيف لا وهي تتمتع بحكم رشيد هدفه بقاء مجلس التعاون لحمة واحدة وصولا إلى الوحدة المتكاملة التي تعود بالمصلحة في النهاية على شعوب الخليج ترجمة نانسي قنقر